قطاع غزة كنت معي عبر الهاتف وينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا سامويل ويربر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط أحيي كسام على الجزيرة مباشر ابتداء ونحن نتحدث الآن وصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى عشرين شهيدا من بينهم تسعة وأطفال جراء القصف الإسرائيلي للقطاع كيف تقيمون هذا المشهد وتنظرون إليه شكرا للإسهدافة والوليد المتاهدة لديها قلق شديد حول التصعيد والأنف في المنطقة بشكل عام كما سمعنا من المستشار الله من القومي الوليد المتاهدة كانت عبر القلق والمخوف اللي كان عندنا حول بشأن الإخلاء الآيلات الفلسطينية من الشيخ الجراء والدم العراضي وتوصية المستوطنات ونلازم الآن أن ندين بشدة الهجمات الصاروخية من حماس على إسرائيل والآن بدلا من تركيز على الإخلاء الآيلات الفلسطينية من الشيخ الجراء ونلازم أن نركز على هذه الهجمات الصاروخية من حماس إذن أنا أعرف أن هناك مستجدات كثيرة في هذه الساعات وليس لدينا كل التفاصيل حتى الآن إذن أنا لا أريد أن نؤلق على كل التفاصيل والخبر الصيعة ولكن بشكل أهم الولادة المتحدة تدعو جميع الأطراف لوقف الأنف والتصعيد نعم فكرة دعوة جميع الأطراف البعض يراها غير منطقية بمعنى أن إسرائيل تخرج عائلات من بيوتها في الشيخ جراح منذ أسابيع وأيام وتعتدي على المقدسيين وتدخل إلى باحات المسجد الأقصى والأقصى وكذلك عدد كبير من المستوطنين وفي المقابل يدافعون عن أنفسهم ألا يعطي القانون الدولي والعرف العام حق الدفاع عن النفس لماذا تضعون كل الأطراف على مستوى واحد وتقولون أن الجميع يجب أن ينضبط وكأن المسألة حرب بين دولتين متكافئتين ليس هناك أي تبرير للحده الهجمات الصاروخية من هماس وليس هناك أي منطق وراء القرار من هماس أن تشن هذه الهجمات الصاروخية للإسرائيل ودولة إسرائيل لديها حق لدفاع عن نفسها وكما سمعنا من البيان من مستشار الأمن القومي ومن البيان من وزاة الخارجية في منتصف الليل في هذا الويكند اللي فات الوليد المتاهدة لدينا قلق شديد ومخوف حول الإخلاء الأئلات الفرسينية من منازلهم والإجراءات الأخرى إحديد جانب في القدس ولكن ليس هناك أي تبرير من هذه الإجراءات للهماس لتشن الهجمات الصاروخية سام لا يوجد تبرير من حماس على أنها كانت رد فعل وتدافع عن شعبها وهي جزء منه لماذا لم تقم الآن حتى بإدانة العدوان الإسرائيلي والذي أفضى إلى مقتل عشرين شخص من بينهم تسعة أطفال إذن كما قلت ليس لدينا كل التفاصيل الآن وأنا لا أريد أن نعلق على الخبر الإسرائيلي والخبر بدون التفاصيل الكاملة ولكن بشكلها أنا قلتك الوريد المتاهدة تدعو لكل أطراف لوقف الأنف والوقف التسعيد ولكن من الآن زي ما نقرر أن إسرائيل لديها حق لدفاع عن نفسها أليس هذا الحق للفلسطينيين أيضا حتى نكون أكثر دقة أنا أعلم دائما منك الصراحة أليس أيضا هذا الحق للفلسطينيين أنت تقول لإسرائيل حق الدفاع عن النفس أليس للفلسطينيين حق أيضا لكي يدافعوا عن أنفسهم عن مقدساتهم عن منازلهم الوريد المتاهدة هذه الإدارة كانت تدافع عن حق الفلسطينيين كانت تقول أن لدينا مخوف و لدينا قلق شديد حول الإخلاءات المحتمل في القدس و لدينا المخوفات و قلق شديد حول إجراءة الأهدى أهدية الجانب و الوريد المتاهدة تطلع إلى إقامة حل دولتين و لا نرهب أي إجراءات أهدية الجانب مثل توصيل مستوطنات و إخلاء الآئلات الفلسطينية من منازلهم و دم الأراضي و إلى آخره و لذلك نريد أن نشجع كل الأطراب أن وقف الأنف فورا سام لم ترد على سؤالي هل الفلسطينيين حق الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتداءات الإسرائيلية إذن الوريد المتاهدة كانت تكلمها ولهذا و كانت تقول أن لدينا قلق حول الإجراءات أهدية الجانب ضد الشعب الفلسطيني ولكن هذا لا تبرر أي هجوم صاروخية من حماس سام أنت ذكرت موضوع حماس ثلاث أو أربع مرات خلال الدقائق القليلة التي بدأ نازل الحوار أنا سؤالي واضح لإسرائيل حق الدفاع عن النفس هكذا أنت تقول الآن هل للفلسطينيين أيضا نفس الحق؟ عندما نقول أن الدولة لديها حق لدفاع عن نفسها نتكلم حول الدولة نتكلم حول القانون الدولي و نعرف أن الوريد المتاهدة في هذه الإدارة تشجع المفاوضات بين الجانبين لوصول إلى هذه الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذن أنا لا أريد أن أدخل في الفرديات من نسبة القانون الدولي ليس فرديات ولا قانون دولي أنتم تعترفون أن هناك أراضي محتلة من قبل إسرائيل صحح لي إذا كنت أنا مخطئا والآن هناك بعض الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم عن منازلهم وعن مقدساتهم أليس هذا من حقهم سام؟ أنا أريد إجابة واضحة هذا من حقهم أم لا سام؟ ليس من الممكن أن نتفق مع الفكرة أن صواريخ من هماس على ماكن في إسرائيل جوز من الحق سام انتهينا من موضوع الصواريخ أنت أدنت موضوع الصواريخ أنا أحدثك عن الطرف الآخر هل الآن للفلسطينيين ولا أقصد هنا موضوع الصواريخ فقط أنت أدنت للفلسطينيين في بيت حنون في القدس وحتى في قطاع غزة أن يدافعوا عن أنفسهم أليس هذا من حقهم سام؟ والوليد المتاهدة كانت تقول أن تدعو لكل الأطراف وعندما نقول كل الأطراف نضمن الإسرائيليين والفلسطين ندعو لكل الأطراف لوقف الأنف والتصايد وندين بشدة أي هجومات ضد أي مواطنين بينهم هل تعتقد أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في القدس اليوم وخلال الأيام السابقة في القدس وفي حي الشيخ جراح أم لا؟ إذن كان البيان من مستشار الله من القوم وادها وهو كان عبر هذا القلق مع نظيره الإسرائيلي مير برنشمات في اتسالهم وهو قال أن لدينا قلق شديد حول ما هدث في القدس وندعو لكل الأطراف أن يوقف الأنف وعندما هو قال ذلك هو لا يقصد فقط الفلسطينيين كيف شهدت ثامي اقتحام قوات الاحتلال اليوم للمسجد الأقصى سواء عن طريق قوات الاحتلال أو عن طريق بعض المستوطنين كيف رأيت هذا المشهد الولايات المتاهدة تؤمن بحرية التدين ولا نريد أن نرى أي إجراءات داخل أي أماكن نعم سام عفوا للمقاطعة ابقى معي هناك كلمة لوزير الخارجي الأمريكي دعنا نستمع إليها ترجمة نانسي قنقر